طقس مستقر في عموم المناطق وارتفاع على درجات الحرارة خلال اليومين القادمين وأجواء ما إلى البرودة فوق الجبال المرتفعة والعالية وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين طقس العرب وأسعد الله مساءكم من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة بامتداد لمرتفع جوي مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل بسيط لتصبح درجات الحرارة حول معدلاتها نشاهد من خرائط درجات الحرارة تبقى الأجواء لطيفة في ماقي مناطق المملكة مائلة للبرودة في الجبال المرتفعة وأيضا تكون هناك أجواء أيضا لطيفة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة أما في هذه الليلة فمتوقع أن تبقى الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة تحديدا في العاصمة عمان الأجواء هذه الليلة متوقع أن تكون غائمة جزئيا مع احتمال زخاتنا الأمطار 6 درجات مئوية درجات الحرارة وسرعة الرياح تصل إلى 14 كم في الساعة وفي ثلاثة الأيام القادمة هناك ارتفاع كما ذكرنا يوم الخميس 15 إلى 9 درجات يوم الجمعة ارتفاع آخر 18 إلى 10 درجات انخفاض بسيط على درجات الحرارة في ساعات النهار 15 لتصبح هناك فرص لزخات أمطار رعدية يوم السبت بمشيئة لا ليلا وتصل درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من أربد ودرجات الحرارة متوقع عبدا 19 إلى 12 المفرق 18 إلى 9 جرش 18 إلى 11 وفي عجلون من 17 إلى 10 درجات مئوية في العاصمة عمان 15 إلى 9 في الزرقاء 19 إلى 9 بلقاء 17 إلى 11 مادبة 16 إلى 10 وفي البحر الميت أجواء لطيفة ومشمسة من 24 إلى 18 درجة مئوية في الكرك 17 إلى 11 في الطفيلة 15 إلى 10 في معان 19 إلى 7 في جبال الشراء 13 إلى 8 درجات وفي العقبة من 24 إلى 17 درجة مئوية وأخيرا في المناطق الشرقية روشد 20 إلى 8 صفاوي 19 إلى 6 درجات وأخيرا في الأزرق من 21 إلى 7 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع ترجمة نانسي قنقر مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم شاهي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر